وفقاً للعلم يجب مراعاة بعض الأشياء قبل تشغيل الموسيقى لتعزيز الإنتاجية أولها تحديد موسيقى مناسبة لكل مهمة حتى لا تستنزف طاقتك العقلية أولها أعداد قائمة من الموسيقى لاستخدامها أثناء المهام المملة وهنا ينصح المختصم بموسيقى مبهجة بإيقاع سريع وأغاني البوت بشكل خاص الموسيقى الكلاسيكية مرشحة دائماً في مختلف الأبحاث وهناك نظرية علمية يطلق عليها تأثير موتسارت تقول أن الاستماع إلى موسيقى موتسارت مفيد لتعزيز نشاط الدماغ ورفع معدل الذكاء المكاني الموسيقى التصويري للأفلام خاصة الأفلام المنحمية وأعمال دراما الحروب التاريخية تأخذك في رحلة تشعر معها وكأنك تغير العالم وبالتالي من المحتمل أن تزيد من إنتاجيتك في النهاية عند تعلم شيء جديد أو الدخول في مشروع معقد بالعمل يفضل حينها تجنب الاستماع إلى الموسيقى في البداية وبشكل عام لا ينصح بالاستماع إلى الموسيقى طوال ذلك اليوم لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات